ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في مملكة البحرين وبالتالي يكون إن شاء الله العدد الباقي قد شارف على الاكتمال وهذا ما يحكس فعلا الحس الوطني والمسؤول من قبل المتطوعين من المواطنين ومقيمين في مملكة البحرين وأقول لهم يعطيكم ألف عافية وانتهز هذا الفرصة لتجديد ما تبقى من الوقت إن شاء الله للأشخاص اللي لم يبادروا بهذا التطوع إنهم يبادرون بالتطوع هذه الفرصة إن شاء الله الأخيرة المكان بيكون في أرض المعارض قاعة رقم أربع من الساعة ثمانية صباحا إلى ثمانية مساء طبعا أحب أؤكد بأن عملية المتابعة بتكون متواصلة لجميع أخوانا وخواتنا من المتطوعين على مدى 12 شهر من تاريخ أول جرعة ترجمة نانسي قنقر